السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي نحييكم في هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس كما عودناكم دائما كل يوم من منطقة من عقبة من زقاق من البلدة القديمة في القدس هذه الليلة نحن هنا في حارة السعودية سنقدم لكم هذه الحلقة من أطفال حارة السعودية في مسجد المئذنة الحمراء كونوا معنا في هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء مصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَبِظُهُ وَمُبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الله أكبر اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ نحية لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد ومجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله يا شباب السلام عليكم خليكم أعدين خليكم أعدين مرتحين خليكم أعدين السلام عليكم تقبل الله كيف حالك؟ شو اسمك؟ كامل غوشة سهلا يا كامل كيف الحال؟ الحمد لله كيف أنتو كلكم بريك شباب حرط السعودية الصغار؟ آه والله احكي لي شو بتسوي بالجامع انتم والله كل يوم نيجي من نظف الجامع ومنصلي كل صلواتنا فيه نهتم فيه إلا هذا جامع يعني لازم احنا نهتم فيه إذا احنا ماهتم مناش مين رح يهتم فيه طب انت بتعرف انه في رمضان بيجو ناس كتير من برة من الضفة ومن غزة ومن أهلنا بالـ 48 وإحنا بنخدمهم هوني في الأوتس ونقدم لهم خدمات إيش منخدم هاي الناس تبتيجي منساعدهم نصر منتطوى معاهم يعني نجيبهم عالجامع يصلوا معانا برضو إذا واحد مش لايف طول أو من طعمية وإذا واحد مش عارف من عشلاء محلين من نايم طيب أنا بدا سأل كمان سؤال يعني انتو كشباب صغار هيك ما شاء الله انتو شباب المستقبل لما بتحطوا الصفرة في الضار وبتوعدوا تاكلوا والترفيزيون مفتوح والله متهنة يقول أزلين يعظوا ويعرف ايه كل شنها الغز اللي اسمع ايش كمان الواحد الله ما بيعرفيك لشانها الغزة المساكين ولا لقين المي ولا الشرب ولا اشي الله يعينهم يا رب يعني رمضان هذا مش زي رمضانات السابقة حزين شوية طيب شو شو أمنياتنا نحنا لما ندعي براعي لهم الخير براعي لهم الخير آمين يا رب العالمين آمين شو اسمك انت؟ محمود هلا محمود أكم سنة عمرك؟ عشرة عشرة؟ بدي أسألك هالسؤال فضل وهذا السؤال عليه جائزة أنا بدي أربحكم كلكم الليلة عشان كلكم إيش؟ تيجوا على الجامع وبتصلوا السؤال الأول بدي أركان الإسلام إسلام الشهادتان الشهادتان والصوم الصلاة إقام الصلاة وحج البيت وعطاء الزكاة ايوة وصوم رمضان الشهادتان وإقام الصلاة وإنتاع الزباة وصوم رمضان حج البيت سبيلة جواب صحيح اصطيع الجائزة بتقدروا تسأفوا لما عليش تحتروا بالجانب والله عايزة إليك مقدمة من برنامج ناس وحراس بدني كلنا مع بعض نقول وراي نحن هنا باقون ماداما الزعتر والزيتون حافظين الحلقة مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من هنا من حارة السعدية أكبر حارات البلد القديمة في القدس بالمناسبة احنا هون موجودين في مسجد المهدن الحمراء وهذا من أقدم المساجد في القدس في البلد القديمة وسمي بالمهدن الحمراء لأن الحجارة التي تعلو مئدنته مرصوصة من الحجارة الحمراء هذا المكان فيه الشباب الصغار هون كانوا الرجالات ما قبل تلاتين واربعين عام كل يوم تنين وكل ليلة اثنين وكل ليلة جمعة يقيموا الذكر فيه بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في هذا الجامع كانوا زمان قيام الليل كتير يكون هون يعني ظل مفتوح لا الفجر لا الفجر صحيح في ساحة بتتبع للجامع بره هنشوفها كمان كمان بتستخدم لخدمة أهل الحارة كلياتهم تستخدم للعزاء تستخدم للغذاء تستخدم أيضا كمان لاجتماعات لعطوات عندما بسير مشاكل يجتمع رجال البلد فيها المواصلين معكم أحبتي من هنا من حارة السعودية برنامج ناس وحراس خليكم معنا من هون من الشباب الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون نازلنا أحبتي معكم في هذه الحلقة الخاصة التي نقيمها مع أطفال نقول أطفال وفتية البلد القديم في القدس وخاصة في حارة السعودية انت كنت إمام بس ما سألناك هاش سؤال ما سألناك هاش سؤال السؤال بدي منك تعدلي خمس أبواب من أبواب المسجد الأقصى المبارك باب الحديد باب الحديد باب الأصباط باب المغاربة باب الملك فيصال وباب السلسلة راضو عليك هذه الجائزة مقدمة إليك من برنامج ناس وحراس نبروك عليك لعبتو بخير المواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من حارة السعودية مازلنا أحبتي من هنا من حارة السعودية تحديدا في جامع المقدان الحمراء مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من الشباب الحلوين الطيبين هدول المؤمنين اللي من هلأ بقيمه الصلاة إن شاء الله رضي العالمين السلام عليكم عليكم السلام كيف حالة؟ محمد الله من من الأنبياء أول من قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ سليمان ابن دهود سليمان ابن دهود هذا نص السؤال النص التاني تعرفها الآية؟ آه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم المواصلين معكم هذه الحلقة من هاي الشريب الحلقة سلامات سلامات كيف حالك؟ الحمد لله مبتسل مبسوط؟ مبسوط عشان صليت؟ الحمد لله الحمد لله دعي ونابدت كيف معلوماتك الدينية؟ الحمد لله أول نتعرف عليك اسمه عمار الحلق أهلا وسهل حلق يعني بتحلق ولا العيلة؟ لا عيلة حلق بتعرف انه في القدس العائلات كانت زمان تسمى على اسم المهنة يعني في دار النجار في دار الحلق في دار الحداد أبي الجندي الجندي كانوا مقحة محاربين مش سيدك انت الشيخ صابر؟ أه أبوك سامي ولا سمير؟ لا رائد رائد الشيخ صابر الجندي كان من المقرئين في المسجد الأقصى المبارك وكان كمان هون يقيم الذكر مع الرجالات اللي تحدثنا عنهم أهلا وسهلا بدنا نسألك هالسؤال فضل السؤال بيقول يا سيد العزيز خمس أسواق في البلد القديمة سوق العطرين سوق اللحمين سوق ببخان الزيت أيوة هاي تلاتين شوف زنب سوق اللحمين و سوق العطرين فيه سوق سوق الدباغة سوق الدباغة وكمان سوق اسمه هيك أجنبي بغلوله سوق الخواجات سوق الخواجات إجابته صحيحة؟ صحيح عالجات صحيح طب وين مش طانع التعية ولا التفل عامل ضرابه عليك حفظين العدس عن غيب هادي كمان مقدمة إلك من برنامج ناقو عيكون زرفين ولا زرفين شاي مبروك عليكم هدمي لكم يلا عالدور مين ما سألنا عائل سلامات خمس حرات بدي يلا خمس حرات في البلدة القديمة حرط السعدية حرط النصارى باب حطة هاي ثلاثة اه الواد هاي أربعة اه وباب باب السل باب السلسلة هاي خمسة نقسم له إياهو وين بين ماجد؟ عيني عيني من ما انت ماجد؟ شو اسمك بالكامل يلا أحمد ماجد أحمد الماجد؟ مين أبوك؟ علي بتصليعهم بالجامع؟ أمروك علي الماجد طب يلا أحمد علي الماجد؟ طب يلا بدنا نسألك سؤال انت التاني يا أحمد يا علي الماجد بدي تسميلي خمس عقبات في الهدس عقبة الملوية عقبة التارة عقبة الملوية هاي واحدة عقبة الشتات عقبة الرصاص وعقبة الرصاص هاي ثلاثة وعقبة المنا وعقبة هوا شمنا هادا؟ نا وشيخ لولو عقبة الشيخ لولو وشيخ لولو وعقبة البستاني وإبان البستاني عقبة الملوية عقبة قدور صاروا عشرة لا حكيها طب عدوها من خمسة كمان مرة يلا واحد واحد عقبة الشيخ لون عبدالشيخ راكان عبدالشيخ راكان الشيخ راكان الشيخ راكان ريحان ريحان يعني جوابه صحيح الله طفوله كيف حالي شو اسمك امير امير ايش غوشة امير غوشة اهلا وسهلا يا امير طيب السؤالك بيقول بدنا اذا بساعدوك الشباب كلنا بنقول قصيدة قاما رحي وقاما سيد مدنبي قاما وقاما واجا 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 يا واشا شو عشو تخزوله ايش اسمك انتو محمد جابر أهلا وسهلا يا محمد جابر سؤالك يا محمد جابر بقول بدي تعدلي خمس سور من القرآن الكريم سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة القرصة آية أبا لحظة سورة الفاتحة سورة الفلق سورة الناس سورة الناس و سورة البقرة سورة البقرة و بيخر لخمتو لعنعم والأنعم جوابه صحيح اوه شو اسمك انت جنة جنيج ناجد اه لو سألت جنة اي صف انت السادس الصف السادس شاطرة بالرياضيات يعني يعني جدول التلاتة تلاتة ستة تسع اطمع عشر خمستاش طمانتاش واحدة عشرين سبعة وعشرين وين راحت الاربع اوه عشرين سبعة وعشرين تلاتين خلصوا اوه عن جد جوابه صحيح سريع جوابتك اليوم قولوا كلنا مع بعض نحن هنا باقون مادام الزيت والزعتر 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 والزيت الى هنا احبتي من هذه الاجواء نأتي معكم الى نهاية هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس قدمناها لكم من حارة السعودية تحديدا من اطفال حارة السعودية ومن جامع المئدنة الحمراء نلقاكم غدا ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج ناس وحراس من الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون مادام الزيت والزعتر والزيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة